صباح الخير على الأستاذ الدكتور أشرف صبحي المشرف العام على مبادرة رئاسية اسمها مصر بالغرقة صباح الخير على الكابتن سامح شازر رئيس الاتحاد المصر غسل إنقاذ وعضو ماجهة صدارة الاتحاد الدولي صباح الخير على كل المهتمين بالمجال طبعا لحياتك احنا بالنسبة لأيام اللي احنا فيها أو أيام الصيف تحت تحديدا احنا تقريبا في عمق الصيف ودائما كل سنة بيحصل عندنا موضوع لحالات الغرق ويمكن دائما يحصل فيها حالة أو حالتين أو حاجات بتسمع بزيادة قوي يمكن الموضوع قلع لأول كتير تبقى للإرشادات أو تبقى للحاجات اللي احنا شغالين فيها للمبادرة في مبادرة اطلقى فقامة الرئيس اسمها مباصر بالغرقة المشرف العام عليها الدكتور أشرف صبح وفيها سبع وزارات وزارة تربية والتعليم وزارة الصحة والدفاع من أكتر الناس مهتمين بالموضوع ودكتور أشرف صبح الحقيقة ومركز قوي في الموضوع ده ودائما بيدي دفعة ووزارة الدفاع إلى حد ما احنا عندنا مشكلة دائما في وزارة السياحة في حتة أن احنا من اللي يشرف على الإنقاذ من اللي يمشي على الإنقاذ حاجات كتير جدا سلبات بتقابلنا لكن في أصل الموضوع إلى حد ما الأمور ماشية لكن في أصل الموضوع الغرق بيحصل إيه؟ أسباب الغرق تبقى للناحية العلمية والدراسة الحاجات ده حاجات كتير الخوف والشجاعة والحاجات اللي أسمع عنها لكن في سبب رئيسي موجود عندنا ده ومن خلال العمل اللي احنا شغالين فيه اللي هو عدم اتباع تعليمات المنقذ المنقذ ده حضرتك حياتك أنا كان فيه صور تتعرض المنقذ ده هو هو الكنترول بتاع المياه مين اللي يستخدم؟ مين اللي ينزل فين؟ ايه الأعلامة اللي تترفع؟ الوحيد اللي يقدر يحافظ على أروح الناس للأسف احنا ما عندناش ثقافة ودي من خلال متابعات الفترة اللي فاتت أنا يمكن الفترة اللي فاتت بوجود في الساحة العمال برضو بنعمل متابعات لكل الشواطئ ان ما فيش احترام لكلمة المنقذ المنقذ ده شخص عادي جداً لو احترمناه واحترمنا كلمته صدقيني الموضوع ده هيقل بنسبة 90% 95% بس ده المشكلة الرئاسية ترجمة نانسي قنقر